السيداتي وسادتي البساطة هي قمة العبقرية واحد من العباقرة في السادسة صباحا يغادر بيته كأنه على موعد مع الحياة يمشي في صحبة النيل وسماء القاهرة وعصافير الفجر يمشي فتمشي خلفه في مرح طفولي مقاهل حسين وحارات المحروسة وأزقتها مفتونة برجل مصري اسمه نجيب محفوظ استاذ نجيب في مشوار حضرتك اليومي بتتأمل في ايه بالزبط بتفكر في رواياتك بتتأمل في الطبيعة وفي الناس اللي ماشيين بالزبط يعني في الوقت ده بيبقى الطريق شبه الخالي بيبقى الجو نقي الطبيعة بتبقى في غاية الجمال الواحد بيستمتع بيها تماما وبتسير التأمل سواء كان في الطبيعة أو في الحياة أو في الفن أو في غير ذلك يعني دايما أفكار لطيفة بيستقبل بيها الإنسان الحياة في الصبح استاذ نجيب ليه ما فكرتش حضرتك تغير من عاداتك وتركب عربية مثلا الصبح وانت جاي للشغل في حد يقدر يمشي ويركب عربية ده هي دي يعني ممكن المتعة البقية للواحد لاحظنا في بعض قصص حضرتك إنها مستوحى من هذا المشوار الصباحي منها قصة العجوز والأرض قصة رجل كهل وزوجته بدأوا يعيشوا على شط النيل ويخططوا لحياة مستقرة في مشوار الصبح كانوا بيشوفوا حضرتك دايما وكانوا أحيانا بيتوتروا ويخافوا إن حضرتك تكون من المحافظة أو البلدية فيصابوا بالزعر وحضرتك قلت عبارة إنه الخوف عليه اللعنة الخوف بالنسبة لأستاذ نجيب محفوظ على المستوى الشخصي وعلى مستوى إبداعي يقول لنا عنه إيه الحقيقة يعني إن الواحد في حياته جرب أنواح كتيرة من الخوف مثلا في طفولتنا كنا نخاف من الأشباح والظلام والعفاريت وبعدين أما دخلنا سنوي والجامعة كان فيه أسباب كتيرة للخوف لأنه كنا بنشترك في المظاهرات بتاعت ذلك الوقت وكنا بين متظاهرين ومطاردين فيه حاجات كمان سبتة والخوف فيها منطق الدرجة كبيرة الأمراض الأمراض لكن ده فضلا عن اللي بيهدد العالم كله والوطن ضمن اللي بنسمعه الآن زي قنابل الزرية فتحة الوزون التلوث يعني أسباب الخوف الحقيقة والقلق كثيرة لكن الإنسان بتقدم العمر وباكتساب الحكمة بيقدر يتفاهم مع الحاجات دي يعني ما يبقاش الخاقش بتاع زمان بيهدى وياخد الأمور ببساطة كتير ويستسلم لحظه يعني بينتصر على الخوف في درجة كبيرة في معظم روايات حضرتك بتتردد أصداء الخوف يعني لو تأملنا مثلا اللص والكلاب حضرة المحترم الشحاز حتى الثلاثية أيضا بتتردد فيها أصداء الخوف تفتكر حضرتك ممكن نقول على هذا العصر إنه عصر الخوف الذي نعيش فيه الآن إشمعنا على العصر ده الحقيقة لا يخلو عصر من أسباب خوف وقلق لأن أغلبية الناس وفي جميع العصور بتبقى مهددة ويمكن أكتر من دلوقت سواء بالفقر أو الأمراض أو الحروب أو الرز والعمل كل دي أسباب للخوف تدعو لكن الإنسان بإيمانه وبشجحته وبقردته بيشق طريقه وهو في الواقع أما بتقول مثلاً هذا الشعب شجاع أو هذا الرجل شجاع ما معناها؟ إنه تغلب على الخوف سيد نجيب كتب بعض النقاد ومنهم الأستاذ إدوارد القرات قال إن أدب نجيب محفوظ أدب يميل إلى التشاؤم أكثر منه إلى التفاؤل وإنه أدب قدري والقدر بيلعب دور كبير جداً في تحريك أحداث رواياته إيه رأي حضرتك في العبارة دي؟ والله إحنا بيستعمل التشاؤم والتفاؤل استعمال متعجل إيه هو التشاؤم؟ سعاد بيختلط الأمر على الإنسان فلما يطلع على عمل فني حزين يعتبر صاحبه متشاؤل الحزن موجود في الدنيا لكن غير التشاؤم التشاؤم في الواقع هو رفض الحياة رفض الحياة يعني واحد زي أبو العلاء اللي قال اكتبه على قبري هذا جناه أبي علي وما جنيته على أحد ده راجل بيرفض الحياة أو رأاها من خلال هذا البيت لا تستحق أن تعاش خدت بالك كذلك شوبونهور شاف أن الحياة إرادة والإرادة ألم وتغلب عليها بأنه نوع من التصوف الذاتي أو النيرفان يعني ده رفض للحياة أما أن يكون منشأ حزنك أنك مش عارف تاخد نصيبك من الحياة أو أنك بتصيب مرة وتخطئ مرة فأنت راجل بتؤمن بالحياة وبتحب الحياة وعاوز نصيبك منها ولكن في حقاباته ندامة فأنت ما فيش تشاؤم هنا ما فيش أي رفض للحياة استاذ نجيب القدرية أيضاً بتلعب دور كبير في تحريك أحداث رواياتك فإلى أي مدى حدك مؤمن بهذه القدرية الله إحنا لما يحصل لنا شيء ويكون المسؤول عنه أسباب بنتتبح المصدرها سواء كنا نحن أو الآخرين فبنعلل هذا الشيء بالأسباب بتاعته فلان توفق لأنه عي سقط لأنه مثلاً ما ذاكرش وهكذا لكن فيه حوادث بتحصل للإنسان ما فيش لها أسباب ظاهرة لنا يعني تحصل له حدثة وهو آمن فيه ناس قاعدين بلعب طولة تقع عليهم بلكونة ما مثل بنسميها إيه دي قدر وقدر مش كده الإنسان معرض للإتنين معرض للإتنين إنما أما ييجي واحد ويقول لك أنا مؤمن بالأسباب بس ويلوم اللي بيؤمن بالقدر يبقى بيتجاهل واقع كذلك اللي يفسر كل شيء بالقدر يبقى النهاية إنه حيكسل عن مقاومة الشر والمسؤولين عن إحداثه مش كده فأنا أعتقد إن الأمور اللي بتؤثر في الشخص بتصدر في رواياتي زي ما بتصدر في روايات الآخرين بعضها قدري وبعضها إنساني وبعضها اجتماعي أو نفسي تسمح لي سيادتك بس حاجة سؤال بسيط كان لازم معلش يا مدام مديحة كان لازم نقول إن معانا ضيوف حلقة النهاردة مدام مديحة حمدي الأستاذ أحمد شابوري الدكتور مورسي النويشي وهم عاملين فرحة مسرحية اسمها فرحة نوبل احتفالاً بالجايزة وهم بيشرفونا النهاردة مع حضرتك السؤال يعني كلام حضرتك عن القدرية اللي احنا أحياناً بنطلق عليها الحظ يعني لما يحدث لي هذا القدر وما أقول أنا حظي كده حظي وحش هل التعبير ده صح يا فندم هل القدر هو الحظ ولا يختلف لما يحدث الحدث القدري بيه ما حظه صحبه يعني صح سواء خير أو شر حظ فعلا لحياتك مؤمن بوحد الحظ طبعاً ما هو حظه سواء حظه السيء أو حظه الحسن يعني أحياناً إنسان يعمل كل اللي لازم يعمله ويؤدي ما عليه من واجب تماماً لكن تحدث أشياء فيطلق عليها الحظ حضرتك مؤمن بهذا بيحصل هذا مادم قدامنا ونقدر نضرب بالأمثال أتجاه له إزاي؟ أنا فخورة جداً شخصياً إن أنا عشت عصر نجيب محفوظ فخورة إن أنا عشت فرحة نوبل واتشرفت بلقاء حضرتك على الطبيعة رغم إن أنا واحدة من القارئات اللي كل أو معظم أدى بسياتك وكان لي شرف أداء خمس شخصيات منهم عملت خديجة في السلاسية وسيدة في عصر الحب وحصلت عليه على جيزة تمثيل أولاً من التلفزيون عملت زهرة مرمار سوساً في السكرية وعملت إحد قصص أولاد حارتنا آه صح إن أتوقف يعني حاخد الخيط من حضرتك ونتوقف عند أولاد حارتنا هذه الرواية التي أصارت جدلاً عنيفاً وبعض الناس قال إن حضرتك تعرضت فيها لبعض الرموز الدينية فإيه رأي حضرتك في هذا الكلام؟ وأيضاً قلب الليل والله أنا بالنسبة لي أنا شايف إن المسألة مسألة قراءة أنا أذكر أما أصارت ما أصارت أيام ظهرها من 30 سنة إن المرحوم صبر الخولي قال لي أنت مستعد لمنقشة فيها فأبديت استعدادي وما تمتش من النحة الأخرى يعني روح طله في المعادل اللي حدده قال لي أنا حب أنده لك لما يجتمع وفت على كده 30 سنة ونسيتها قبل يديك العمر يعني الحملة تجددت عليها بعد الجيزة فقط وطلع رأي غريب إن أنا خدت الجيزة بسببها وهذا بالصحيح لأن التقرير الجيزة آخر حاجة ذكر فيها أولاد حارتنا أستاذ نجيب بنطلب من حضرتك توضيح يعني الخطوط الرئيسية للرواية عشان أستاذ المشاهدين يعني يبقوا معانا في مناقشة مشكلة أولاد حارتنا طبعا الحقيقة إحنا وقتنا الآن لا يتسع للشرح الكامل إنما يتسع لمثال تستنتج منه وحضرات المستمعين الباقي في الأدب الرمزي عاوز طريقة للإداية فيه رمز وشيء بيشير إليه وإنت بتقرأ الرمز اعتبره رمز مش المرموس وإلا حطلخبط الاتنين يبقى راحل عمل مش ياخد بلا إحنا عندنا مثل فيه طرسنا كليلة وضمنا عالم حيوان إنما المؤلف أصد إنه يعكس به العالم الواقع في زمن السلطان والوزرة ووو عمل بدائل لهم في الأسد والتعلم وو مثلا التعلم يصح يكون بيمثل دور الوزير بيمثله في إيه مثلا في حكمته أو دهاؤه مش كده إنما يجب يحافظ على عالمه الحيواني يبقى فيه معادة ذلك حيوان وإلا تبقى الحكاية تفقد وقعيتها وإقنحها للقارئ فما يصح شيء لواحد يقوله إزاي تخلي معالي الوزير ينبش في الزبال ده اللي فيهم مش التعلم مش الوزير فهمت أصدي فهو الغلق كده إنه جمل الرمز واعتبروه المرموز فاتهدم العمل من أول و الأخ فهي خطأ في القراءة يمكن هم حاولوا طبعا زي ما حدك بتقولي يجدوا علاقة بين الرمز والمرموز على مستوى قصص الأنبياء طيب افصلها أولا وشوفها كحارة وبعدين اسأل نفسك الناس اللي انت بتحتقد أنهم بيعدلوا سيرة الأنبياء بينين إيه عموما هتلاقيهم أبطال وفي سبيل الخير يبقى لا يمكن كلهم كده لكن ما كانش مقصود بيهم أنبية طبعا ألا بقولك افرض أنهم بيعكسوا حياة الأنبياء عملوا إيه في الحارة الناس دول قالبوها للخير كل واحد عمل صورة عشان تحقيق الخير فلا يمكن يبقى اللي بيرمز اللي يكون الواحد بيستهين بيه مشو أخذ بالك قاتل فكرة أنا كنت عايزة أقولها حضرتك على شيء شخصي لكن هو حيطلع بينا لشيء في العمومية أكتر على شخصية سي السيد في السلسية فأنا مثلا ابني الكبير أحمد خمستاشر سنة حاليا هو سي السيد رغم أن ثقافته أجنبية ومطلع الحضارة الأوروبية وبيسافر برا ومتعلم وإلى آخير لكن ابتدى يمارس الرجولة من خلال أنه مصغر لسي السيد فده يا سوقنا يعني لسؤال لسيادتك استمرارية أدب حضرتك لأجيال وأجيال إن شاء الله قادمة بس هل ده يعكس فعلاً أزمة الإنسان المصري؟ عموماً إحنا في فترة انتقال بنحمل تقاليد وبنعيش تقاليد أخرى وبنتردد بالتنين حضرك بتعتبر السلاثية من أهم أعمالك الروائية؟ أعتقد هذا بالنسبة لي هي بالنسبة للناس كده للجمهور أكبرها وإدت ثلاث أجيال بكل مقومتها فكان عمل يعني دلالته أكثر من العمل الواحد أستاذنا السلاثية وإيه حضرتك حصلت عليهم على نوبل معلومة للمشاهدين اللي يعني الأعمال بتطمح لنفس الاتساع يمكن ما الحمت الحرفيش أيضاً لا الأعمال اللي سيادتك حصلت فيها على الجائزة أو اللي كانت في التقييم طبعاً هم بيتكلموا أولاً على الأديب وإنجازه اللغوي في أدبه ده أساساً اللي بيلفت نظره أصروا إيه في أدبه وينوهوا ببعض الأعمال فكانت تنويه بالسلاثية أي وصرصرة فوق النيل وبدون يا الله وأخيراً أولاد حردك وحتى فيها قالوا إنها بتدل على بحث الإنسان الدائم للقيم الروحية لأن لو استشفوا فيها أنه بحث القيم مادية ما كنت شخص جايزة ضد بضمونة استاذ نجيب لو توقفنا عند السير الزاتية السير الزاتية معظم الكتاب بيحاولوا تسجيل يعني أحداث حياتهم فيه كتاب للناس والتاريخ لكي يسجلوا يعني مواقف مهمة ويوضحوا بعض المواقف اللي كان حواليها جدل ليه حدوك ما فكرتش تعمل سيرتك الزاتية أولا من ناحية عملت أكتر من سيرها من خلال الروايات من خلال الأعمال اللي عملتها زي كتابي مع جمل غطاني مع الأستاذ فؤاد دورة كتير فضلا عن كده الناس اللي انت بتشير إليهم بيبقوا ناس عاشوا حياة أغنى من حياتي من النحية الاجتماعية والسياسية يعني فيها مواقف فيها سياسة فيها اتصالات بشخصيات تستحق الإضاءة والكلام أما كل واحد حياته بسيطة جدا وعادية جدا هيتكلم على إيه أستاذ جمال اسمحلي هيتكلم على إيه ده تواضع عظيم من حضرتك طبعا أقولك هي وقحها هي أستاذنا أستاذنا العظيم التواضع دي جملة لابد نتوقف عندها أصلا شوف المذاكرات تلاقيهم ناس لهم دور في السياسة في المجتمع فبيوضحوا للناس أسرار يمكن التاريخ نفسه ما يصرش ليها إلا عن طريق مذكراته إنما الرجل العادي موظف بسيط مش عارف حياته بيكتب رواياته ورواياته هاي حقولك يعني ما فيش الحياة اللي تغري أن الواحد يكتبها لا مغامرات كبيرة ولا اتصالات كبيرة ياريت حضرتك يعني بالمناسبة تي لأنه بالذات بالنسبة للفنانين ما نطلق عليه بالقافة وهي الغرور عندما ينتشر ويتنجم واسمه يصعد فبتنتابه هذه النزعة لكن حضرتك نموذج مشرف جدا ومسل يحتزى في توضعك وبسطتك ياريت كلمة منك كأستاذنا الكبير نجيب محفوظ لهذه الأجيال لأما هقص الكلمة حتهز التوضع نفسه مش كده ولا يا ستي بس هم يبقوا فنانين كبار ويدون فن حلو ويغتروا استاذ نجيب أول أجر تتقاضى حضرتك عن عمل من أعمالك كان جنيه أول عمل ايه؟ أول أجر تتقاضى عن قصة تنشر لحضرتك كان جنيه مش كده؟ كان يعني بيمثلك قيمة كبيرة أكتر من إنه مجرد ده كان جنيه يا ميها جنيه كان دهدو أستاذ نجيب أنت ما تقدرش تتكلم عنه لألك ما شفتهش أكبر عمل حضرتك يعني أكبر أجر حضرتك تقاضيته عن رواية من رواياتك أو عمل من أعمالك لا شوف الأدب محدود مش أخذ بالك مهما كان لأنه متخبط بالقراء ومتعرف محدوديته يمكن لما بيتحول للسينما للتلفزيون بيها درة خيرا أكتر حضرتك قلت برضو في مقولة إن الرواية حظها وحش جدا في هذا العصر وإن هي يعني بوجود أجهزة أخرى زي التلفزيون والفيديو والأقمار الصناعية حتقلص دور الرواية لكن يمكن جائزة نوبل وهذا التكريم بيخلي الناس تتوقف مع الرواية مرة أخرى وتبدأ تستعيد قراءة الرواية والاهتمام بيها حتق شايف إن فيه اهتمام بالرواية على مستوى العالم كله القراء انكمشوا شوية لحساب الأجهزة اللي انت بتقول عليها لكن الأجهزة دي ممكن تؤدي خدمة جليلة برضو للأدب الرواية دي يكفي إنها أجل الأعمال الأدبية بتوصلها الناس أميين لا يقرؤون الخدمة جميلة يعني الأدب باقي سواء بالكلمة المكتوبة أو بالصورة الأستاذ أحمد الشابوري الملحن لحن يعني عمل مصرحي غنائي شعري اسمه فرحة نوبل احتفالا بجائزة نوبل وقعدها الدكتور مرسي النويشي وإحنا سعداء بلقاهم معنا النهاردة ولو يتفضلوا يوجهوا كلمة لحضرتك في الحقيقة أنا بختاره لدكتور مرسي واللي يتكلم في الجزئية دي لأنه هو أول صاحب الفكرة بفرحة نوبل يعني هو بداية إحنا اعتبرنا أنه حصول كاتبنا الكبير نجيب محفوظ على جائزة نوبل اعتبرناه عبور لجسر الخوف الثقافي جسر الخوف الأدبي اللي بتعاني منه الحركة الثقافية العربية على المستوى العالمي حصول الأستاذ نجيب محفوظ على جائزة نوبل لفت الأنظار إلى الأدب العربي ولفت الأنظار إلى الفكر العربي ولفت الأنظار إلى اللغة العربية وكانت هذه مسألة مهمة للغاية إحنا فريق فني ثقافي متجانس بعد الإعلان عن الجائزة اتصلت بي أو التقيت مع الأخت الأستاذ المديح حمدي فنانة ملتزمة أستاذ أحمد الشابوري وشاركنا في الاجتماع على الفنان سامح السريطي والمخرج مجد مجاهد واتفقنا أن نعمل فرحة خاصة للأستاذ نجيب محفوظ بمناسبة حصوله على جائزة نوبل وأردنا أنها تكون في إطار تظاهرة ثقافية فعدينا ندوة علمية وقيمت في جامعة الدول العربية شارك فيها الدكتور غالي شكري وعدد كبير جدا من المثقفين المصريين والأخ جمالي الغطاني وسيدة سكينة فؤاد وشارك فيها حتى من الفنانين اللي عملوا أعمال للأستاذ نجيب محفوظ زي الأستاذ يحيا شهين والأستاذ أحمد مظهر وعملنا تقنين لأدب نجيب محفوظ ودي كانت محاولة علمية الحقيقة أكتر من طيبة وفي المساء كان عندنا عمل فني يعبر عن مظاهر الحب اللي عند هذه المجموعة للأستاذ نجيب محفوظ أنا بس إيه لو أزنتولي عاوز أقولي إزاي العمل ده ظهر فرحتنا بالأستاذ نجيب محفوظ جات عقب احتفالات انتصارات أكتوبر وكان هذا الفريق مرتبط على أنه يعرض أمسية ثقافية فنية جيدة في محافظة البحر الأحمر هل يتصور أحد أن عمل نجيب محفوظ الأمسية أو الأوبريت ظهر إلى الوجود في ثلاثة أيام يعني شيء غريب أنه الحماس الشعر لأستاذ إبراهيم ردوان بدأ يكتب بدأ أننا نتلقى منه النص مجزأ الأخ مجدم جاهد بيشتغل عليه أستاذ مديحة بتتابع أستاذ أحمد الشابوري بيلحن والفنان علي الغفران أيضا متابعة معنا عاوز أقول أنه هذا العمل صنع في أوتوبيس أوتوبيس من القاهرة إلى الغردقة تم فيه قراءة النص وتم فيه إعداد الشكل الإخراجي وتم فيه إعداد الألحان وفي البحر الأحمر على مدى يومين اتنين بالزبط كان العمل منتهي وفي عودتنا إلى السويس جزء ثم من السويس إلى القاهرة في أوتوبيس أيضا انتهى العمل وفي اليوم التالي لوصولنا إلى القاهرة كان بيعرض على الناس ده مجرد مظاهرة حب وكمان حياتك تأكد مش بس حبنا احنا يعني العمل لما طلع للناس كان معنا برضو أيضا الزميل واجزي العربي المظاهرة مش كانت مننا احنا بس عرف حياتك ردود الفعل حبك عند الناس لا تتخيل الفرحة واحنا بنقولك كلام الحب من قلوبنا كان التشجيع والتهليل والفرحة والدعاء لك قد إيه؟ والله كنا نتمنى وجود سياد تكفوز تنا يعني تشوف حتى أكيد عارف ده لكن لمسه على الطبيعة شيء كان رائع جدا 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 هو إذا أزان الأستاذنا نجيب محفوظ أنا عاوز أسيب الميكروفون لأستاذ أحمد الشابوري عشان يقول لنا إزاي هو تصور أدب نجيب محفوظ موسيقيا أستاذ أحمد الشابوري الملحن والموسيقي المبدع إزاي وظف كلمة نجيب محفوظ موسيقيا إزاي قدر يوصلها للناس بالمزيقة أستاذنا الكبير نجيب محفوظ إحنا مهما قلنا من الكلمات مش هنقدر نعبر عن فرحتنا بيك أبدا إحنا طبعا مفيش خلافات بيننا وبن بعض من ناحية البيئة والمنشأ والحياة إحنا برضو من أولاد مصر من الريف ومن الحضر ومن كل مكان في مصر فمش ممكن أبدا حيبقى فيه أي خلافات بيننا من الإحساس ومن الفكر وكده فطبعا كان لازم لما بنيجي نتناول نجيب محفوظ في هذه الأمسية الموسيقية الشعرية كنت حاسي بقى كويس جدا وكت فرحم بها جدا جدا لأن احنا فعلا في الوقت اللي احنا عايشونه في مصر محتاجين لعمالقة في كل مكان مثل نجيب محفوظ أنا عايز نجيب محفوظ في المصانع عايز نجيب محفوظ في المزارع عايز نجيب محفوظ في الثقافة وفي الفكر وفي كل مكان احنا محتاجين لده تماما وأنا عايز أوجه لحضرتك سؤال هل هذا الشعب المصري العظيم مفجر الآن كل إمكانياته وإبداعاته لكي يقود المنطقة اللي احنا فيها أنا في حاجة في حلقة مفقودة أنا بدور عليها أنت حلتها لي بحصول حضرتك على جائزة نوبل طيب ليه ما نبقاش إحنا كلنا نجيب محفوظ ليه ما نبقاش كلنا فعلا نجيب محفوظ في كل مجال وفي كل مكان الواقع لما تبص للخارج تلاقي لنا علماء شرفونا في كل فرع من فروع المعرفة زي الطب الفلك علوم الفضاء وفي الداخل أيضا بل نهضتنا في أول القرن قامت على أكتاف العلماء والفنانين ورجال اقتصاد مصر معطاقة ومواهبها كثيرة وكلكم تعرفوا أسماء زي طلعت حرب ومشرفة ونجيب محفوظ باشا بقى وكل الحاجات وكل الحاجات العظيمة دي الآن احنا بنمر بفترة فيها شيء من العسر وبنحاول نتغلب عليه بس أدي كل الحكاية إنما رغم كده شوف مثلا في الأدب والفن المواهب الجديدة منتجة ومتنوعة وعظيمة مش بتلاقي في المتلقين يعني الجمهور بتاعها نفس الطاقة اللي عندها الأزمة الاقتصادية وغيرها صرفت الناس كتير عن الفن الرفيع والأدب ومع ذلك كلهم مصررين وعلى التأليف منكبين تماما وشيء رائع وكأنهم رهبان بيشتغلوا الواجهة الخير كتير الخير كتير أستاذ ناجيب لا تفضل أنا كنت عايز أقول له أستاذنا دايما الفنان الكبير أو الأديب الكبير بيكون له رواد أو تلمزة هل حضرتك تبشر مشاهدنا بأسماء من الرواد أو التلمزة التلمزة الكويسين لأي أديب هم اللي يبقوا مش تلمزة يعني في وقت التمرين تلمزة إنما بعد كده يتميز كل إنسان بشخصيته المستقلة وهي دي بقى فرحة الواحد بيهم إنهم مش بيعيدوا إنهم مختلفين عنه وجمال في الوقت نفسه قبل أن نختتم هذا اللقاء مع حضرتك بنتساءل ما هي الأمنية اللي بيتمناها كاتبنا الكبير نجيب محفوظ وبيتمنى حدثها قريبا الله أمنيتي وبكل أمانة وصدق إن مصر تنتصر على أزمتها وتخرب منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر